النهاردة أجدل السطارة على هذه المعلومات التي كانت بتنتظرها الأسر المصرية خاصة هذه الأسر التي لديها ابن أو ابن في الثانوية العامة وكذلك أيضا هذه الأسر التي تضم بين أفرادها طالب في السنوات أو طالبة في السنوات النهائية للجامعات المصرية النهاردة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وحضور سيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تم إصدال السطار على هذه المعلومات طارق شوقي وزير التربية والتعليم تحدث على أنه امتحان الثانوية العامة التي كان مقررا أن يكون يوم 7 يونيو تم تأجيله إلى يوم 21 يونيو يعني تم تأجيله أسبوعين عدد أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة زي ما قال الدكتور طارق شوقي 653 ألف طالب وطالبة عدد اللجان الفرعية 65 ألف لجنة عدد المشرفين أو المراقبين على أولادنا في الامتحانات 158 ألف الجدول إن شاء الله سيصدر خلال 48 ساعة كما أعلن وزير التربية والتعليم موعد بدء الامتحان هيكون من الساعة العاشرة صباحا وكما أوضح وزير التربية والتعليم بأنه كل الاحتياطات الطبية والصحية للتغلب على مخاوف الأباء والأبناء والدولة قبلهم على أبنائنا ومستقبلهم هيكون فيه مطهرات هيكون فيه كمامات هيكون فيه 34 مليون كمامة يعني مرصودين وعندنا الكواشف درجة الحرارة الكواشف الحرارية كل ده هيكون موجود وعندي في كل لجنة 14 طالب وفيه مسافات بينية كاملة يعني عايزين نطمن أبنائنا وبناتنا اللي بيذكروا دلوقتي وخيطين ومش عارفين لأنه الظروف صعبة جدا فيه حالة ضبوبية محدش عارف الصحة فيه من الغلط فيه النهاردة بقول لكم أنه الدولة قررت أن الامتحان بدل ما يكون يوم 7 يبقى يوم 21 ويوم 21 هيبقى الساعة عشر صباحا والجدول خلال 24 ساعة عشان بس الناس ماتوش فيه هذه المسائل وهيبقى في كل لجنة 14 واحد يعني اتطمنوا على أولادكم إن شاء الله بإذن الله تعالى على خير طيب الطالب اللي مرتبك أو عنده مشكلة وشايف إنه مش هيقد كويس ممكن يعتذر عن دخول الامتحان بالمرة ولن تحتسب هذه المرة إنه تقدم الامتحان ويممكن السنة الجاية إن شاء الله يعني يبدأ من جديد ده بالنسبة ليه امتحانات الثانوية العامة والتعليم الفني الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة البحث العلمي أيضا كان فيه المؤتمر الصحفي وأوضح وأيضا أغلق باب من أبواب التساؤلات الكثيرة والأسئلة الكثيرة لأبناء الطلبة والطالبات وامتحان الفرق النهائية بالجامعات المصرية يوم 1 يوليو 1 سبعة يوم 1 يوليو امتحان السنوات النهائية للجامعات المصرية وزي ما قال الدكتور خالد عبدالغفار أن كل جامعة وكل كلها بيترك لها وضع النظام الذي يخرج بالامتحانات بشكل آمن وبشكل علمي وبشكل وفقا للإجراءات المتبعة في كل جامعة ترجمة نانسي قنقر